المشاهدون الأفاضل أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج صوت الأرض والذي من خلاله نتعرف على إنتاج الألبان وأهمية البحوث في تطوير الإنتاج وزيادته أهلا ومرحبا بكم ترجمة نانسي قنقر بحوث ثروة الحيوانية التي عمدت إلى توطين التقانات الحديثة والنقلة التقنية في المجال واستيعاب الأساليب العلمية في عمل إنتاج ثروة الحيوانية منذ تحسين النسل اعتقاب أفضل السلالات وتغذية الحيوان وفق أسس وإسشراطات ومواصفات من قبل خبراء وباحثين ومهتمين لتوفير أفضل آليات التسمين وإنتاج الألبان وفي هذا الاتجاه تم الاهتمام بتربية الحيوانات لإنتاج الألبان من حيث الوفر والجودة فطلع قسم تقانة الألبان بتوفير سبول التغذية ورفع قدرات المنتجين والمربيين من خلال التدريب والتأهيل وتغيير السلوكيات الخاطئة الخاصة بتربية الحيوان وإنتاج الألبان لإنجاز المهام على أكمل وجه وإقرار الجودة فبرز الاهتمام بالإشراف البيطري والفني لصحة الحيوان بالمتابعة المباشرة ميدانيا داخل المزارع كما كان للحلب الآلي الأثر الأكبر في إزالة التلوث وتقليل العمالة والإسهام الفاعل في زيادة إنتاج الألبان وإحداث الجودة واهتم قسم تقانة الألبان بالبحث العلمية والتطبيقية وإجراء التخطيط السليم لقطاع الألبان وعمل قسم صحة الحيوان على بذل الجهود لتحقيق السلامة والغذاء الآمن والسليم والقيام بعمليات التصنيع عبر أطباء بيتريين لهم التجربة الكبيرة في هذا الشأن انتظمت سلسلة من المعاملات الفنية والإدارية لإنتاج الألبان وهذا الإنتاج لا بد أن يقابله تصنيع تحويري وأحفظ الألبان لأطول فترة ممكنة وهي مصنعة وهذا بدوره يفتح الباب على مصرعيه للمستثمرين للولوج في قطاع الألبان وتأسيس الصناعات التي تلبي الإنتاج لزيادة القيمة المضافة وتوفير مشتقات الألبان بأسعار في متناول يد الجميع ويبرر منتجون بأن الزيادة في أسعار الألبان تعود لارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل وترحيل الحيوانات وتدخل الأسطاء في عملية البيع والشراء بما يحتم تدخل الجهات ذات الصلة لإزالة التقاطعات وتذليل الأمر المنتجين والمربين وفتح أسواق استهلاكية ذات أرباح زهيدة وتوفير التمويل اللازم للجهات البحثية والإمكانات التقنية وتنمية المجتمعات الريفية التي يرتبط نشاطها الاقتصادي بالثروة الحيوانية وإتاحة فرص التمويل للخرجين لمزاولة النشاط الخاص بتربية الحيوان عندها نؤسس لعمل اقتصادي واجتماعي يسهم في الأمن الغذائي وتوسيع مضلة العمل الحرة تحية طيبة لكل الناس التي تحضرنا اليوم في حلقة جديدة من برنامج صوت الأرض متواصلين معكم لسه في فقراتنا وبالتأكيد وصلنا إلى هذه النافذة في هذه المساحة نرحب ونسعد جدا أن تكون معنا الدكتور تيسير عبد الرحيم اختصاصي تقاناة الألبان والإنتاج للحديث عن أهمية قطاع الإنتاج ورف الإنتاجية وتطويرها بالتأكيد نتواصل معكم في هذه النافذة ونسعد نرحب بك معنا الدكتور تيسير مرحب بكم أهلا بكم في مركز بحوث الإنتاج الحيواني في حلقة جديدة مرحب بكم ابتداء دكتور تيسير خلينا نتكلم عن قسم بحوث الإنتاج للألبان وأهم المهام والأهداف التي تقوم بها طبعا قسم بحوث الإلبان هو يعتبر تقريبا قسم حديث يعني لو قارناه بباقي الأجسام الموجودة في المركز تم إنشاؤه سنة 2000 على يد بروفيسور أستاذنا أبو عيسى نبو جهلي والتحية من هنا القسم هو يعتبر حلقة من سلسلة طويلة بتهتم بحيوان اللبن في هيئة بحوث السر الحيوانية عندنا محطة أبحاث الإبل في تنبول عندنا الضان في الهدى عندنا أبقار البطانة في عطبرة أبقار الكنانة في أمبنين وعندنا هنا في المركز أبقار الهجين اللي هي التهجين بين أبقار الفريزيان والأبقار المحلية بحيث أننا ننتج قطيع إنتاجة بتاعته عالية وفي نفس الوقت القدرة على تحمل الأمراض كذلك عالية لأنه يعتبر أن الأبقار الهجين والفريزيان بيور القدرة على تحمل الأمراض ضعيفة شوية القسم عنده أهداف كثيرة من ضمنها تدريب الطلاب في نفس المجال الإنتاج الحيواني البيطرة والزراعة تدريب الكوادر المتخصصة في المجال كذلك توفير مخرجات البحث العلمي للصغار المنتجين بحيث أنه يكون البحوث بحوث طبيقية دكتورة يسير معروف أنه أهمية التقانات الحديثة نتحدث عن إسهام التقانات الحديثة في زيادة الإنتاج طبعاً دي حاجة مهمة جداً يعني ده واحد من الأدوار المهمة للبحوث توفير التقانات يعني مثلاً أنا بذكر على سبيل المثال يعني نحن عندنا مشكلة في قطاع الألبان عموماً في السودان أنه قطاع رعوي تقليدي يعني فنحن محتاجين أنه ننهض بالقطاع ده نهضة كبيرة جداً لأنه الرعي التقليدي ده أنه بكون الرعي بكون عنده قطيع كبير جداً لكن هو مطرحل يعني برحل حسب الكلاء والعشب فدي مشكلة لأنه أنت ما بتقدر تعمل مركز بتاع تجميع الإنتاج بتاعك عشان تعرف الإنتاج بتاعك هو بالضبط فعندنا محتاجين أن ندخل اقتقانات حديثة مثلاً الحلب الآلي يعني عندنا مثلاً الحلب الآلي خصوصاً إذا كان القطيح كبير يعني الحلب الآلي واحدة من الحاجات اللي بتزيد لي يعني حسب الدراسات والأبحاث إنه بزيد لي إنتاج اللبن من 15% إلى 25% الحلب الآلي كذلك ممكن يقللي التلوث الميكروبي اللي بيحصل لللبن لأنه أنا عندي الحلب بيحصل من الميكينج ماشين أو آلة الحلب دايرك للكنتينر بتاع اللبن من غير ما يتعرض لهوى من غير ما يتعرض لأياد الحلابين من غير ما يتعرض لأي ملوث فبالتالي أنا بقدر أقلل المحتوى الميكروبي الموجود في اللبن الحاجة الثالثة الحلب الآلي بيقلل لي العمالة الموجودة فبالتالي بيقلل لي التكلفة فبالتالي برفع لي العيدة الاقتصادية واحدة من أهم التقانات برضو في الأبحاث إنه نحن نقدر نوفر تقانات بديلة دكتورة يسير معروف إنه توفير التقانات الحديثة زي ما ذكرت بساهم مساهمة كبيرة في زيادة الإنتاج لكن نتحدث عن جانب مهم جدا هو جانب الجودة معروف إنه الجودة عندها مواصفات واشتراطات عالمية جدا لموضوع الصادر هل بتفتكر إنه نحن الآن وصلنا لجودة حقيقية؟ طيب إحنا عشان أنا عشان أجواب على سؤالك ده نحن نعرف الجودة هي ذات الشهر الجودة هي يعني سلسلة بتاعت عمليات أو سيستيم كامل بتاعت عمليات بيضمن ليا إنه الراحة العميل أو إرضاء العميل العميل ده ممكن يكون الزبون اللي بيشتري منك ممكن يكون العامل الشغال في المؤسسة نفسها لأنه العامل الشغال في المؤسسة نفسها إذا ما كان هو ساتسفايت سواء كام الدين أو معنويا في الشغل الهو سيقول بيه ما سيؤدي لك العمل ده بصورة جيدة فهي منظومة متكاملة هي مؤسسة كاملة ومنظومة متكاملة أنا بفتكر إنه نحن لسه قدام نشوط طويل عشان نصليعها صراحة لسه دكتورة يسير نتحدث عن مستوى التعاون والشركات بينكم في قسم بحوث الانتاج للألبان سواء كانت هذه الشركات داخلية أو خارجية على المستوى الفني طيب إحنا عندنا شركات كثيرة جدا مع مؤسسات كثيرة في الدولة إحنا في قطاع البيطرة والإنتاج الحيواني يعني إحنا بنفتكر إنه نحن كلنا واحد منظومة كاملة بنعمل في هارموني تام بغض النظر عن المؤسسات الأسامي المؤسسات التي نحن نشتغل فيها عندنا شركات مع قسم الإرشاد في وزارة السر والحيوانية عندنا شركات مع ديوان الزكاة لأنه أحيانا برضو بيكون عندهم دورات تدريبية محتاجين بيجونا هنا مندربهم عندنا شركات مع معاهدة التلقيح الصناعي محت سفاري محت سيميكس عندنا شركات مع الجامعات والمعاهدة العلية في طلبوا بتعين ماجستير طلبوا بتعين دكتوراه بيجووا بيشتغلوا عندنا في القسم بالنسبة لعندنا برضو التبادل والطلاب الخارجي بيجونا طلاب من الخارج بيجووا بيجووا بيدربوا عندنا طلاب من الخارج في شركات بالنسبة لكم في قسم بحوث الإنتاج للألبين كيف بتديروا عملية الإرشاد والإشراف والدعم الفني بالنسبة للعاملين أو المنتجين في المجال طيب بالنسبة لنا الإرشاد نحنا ممكن نقول عندنا إرشاد مباشر اللي هو من خلال الدورات التدريبية بيكون عندك المتلقي موجود قدامك أنت بتدريبه نظري وبتدريبه عامل كذلك على التصنيع في وسائل بتاعة إرشاد غير مباشرة اللي هي ممكن تكون زي الأوراق العلمية المنشورة دي بيستفيدوا منها أكتر طبعا الطلبة بتاعين الدراسات العليا عندنا برضو بطريقة غير مباشرة اللي هو الإرشاد من خلال البرامج الإذاعية عندنا نافذة في إذاعة السروا الحيوانية ممكن يكون إرشاد غير مباشر يعني برضو نتكلم عن أبرز التحديات اللي بتواجهكم أبرز المعويقات في قسم بحوث الإنتاج الألبان كيف ممكن نتجاوزها في المستقبل القريب؟ طيب نحن قبل ما أقول لك التحديات أقول لك أنه نحن متفائلين أنه نحن إن شاء الله يعني نحن ماجوز من منظومة كبيرة إن شاء الله نحن متفائلين أنه البلد كلها ستقدر تواجه التحديات الحسي نحن ورسناها ففي التالي نحن إن شاء الله متفائلين أنه حنقدر نتجاوز كل التحديات من التحديات اللي بتواجهنا نحن في الأبحاث الألبان التمويل يعني ضحف التمويل يعني البحث العلمي ممكن يكون هو بصفف ميزانية كبيرة لكن مردودة بيكون على المستوى البعيد ما على المستوى القريب فبالتالي محتاج لعقلية معينة تقدر تفكر بطريقة معينة إنه أي نعم أنا إذا قمت عملت في البحث العلمي إنه المردود تحييجي لكن بعد تراكمات بتاعت السنين طويلة ممكن طيب ختاما دكتورة عيسيرو نحن في ختام الفقرة نتحدث عن آليات التخطيط للمستقبل والمأمول من هذا القطاع قطاع إنتاج الألبان في دعم الاقتصاد الوطني طيب نحن عشان نقدر يعني نخطط نشوف نحن عايزين نوصل لأوين نازم نعرف نحن وين وعايزين نوصل لشنو في فترة زمنية بدور شنو نحن هدفنا إنه نحن السودان ده يكتفي ذاتيا من الألبان ويدعم الدخل القوم إن شاء الله ده عملة صعبة بتصدير منتجات الألبان ده رؤيتنا وده هدفنا ونحن إن شاء الله يعني بنعول عليه إنه السودان فيه موارد طبيعية هائلة يعني محتاجة للشخص يعني يميط لثان بس عن هذه الموارد يعني فيه موارد طبيعية فيه موارد ثروة حيوانية هائلة فيه موارد بشرية هائلة يعني فيه موارد في سودان ميير عندها قدرة على الاتكار عندها قدرة على الإبداع بطريقة جميلة جدا المشكلة في كيفية استثمار هذه التسروة يعني نحن أنا بقول لهم نحن ثورتنا هتكون في ثروتنا إن شاء الله بجاية إن شاء الله ثورت جاية هتكون في الثروة عندنا ده نحن ما قادرين نستثمرها ولا قادرين نستفيد لنا إن شاء الله إن شاء الله نحن متفائل بالذات في قطاع انتاج الألبان بالذات في قطاع لأنه أنت ما ممكن يكون عندك أكبر تعداد بتاع ثروة حيوانية وفي نفس الوقت عندك فجوة في قطاع الألبان يعني أنت اللبن المنتج ما مكفيك أنت ذاتيا فذي معناه أنت عندك خلل في استثمار الموارد بتاعتك شكرا جزيلا دكتورة يسير عبد الرحيم اختصاصي تقانة إنتاج الألبان شكرا على هذه الإفادات المضيئة وهذه المعلومات القيمة حول إمكانية إسهام قطاع إنتاج الألبان في دعم الاقتصاد الوطني تسلام شكرا لكم ومرحب بكم مرة تانية تسلام إذن متابعين الأعزاء المتواصلين معكم لسه في برنامج صوت الأرض لكن ابقوا معنا إنتاج الألبان وتحقيق وفرتها اعتمد على الأساليب التقليدية المتبعة لعدد من المنتجين نتابع نتكلم الليل عن الغيمة التغذوية للبن يتكون اللبن من مكونات كبرى ومكونات صغرى المكونات الكبرى بتشمل لي الموية وسكر اللاكتوز والبروتينات المكونات الصغرى بتشمل الصبقات والمعادن عموما العملية بتاع التصنيع اللبن سبحان الله في قوله تعالى في قوله تعالى من بين فرث ودم انه بيرد لزهني انه البقرة عبارة عن مصنع صغير بيحتاج لمدخلات بتاعت انتاج عشان اخرج لي يكون عندي منتج منتج نهائي المدخلات الانتاج بتحصل عليها بتحصل عليها اللي هي من العليقة والعليقة المركزة بتمشي عن طريق عن طريقة الاوردة بتاعت الدم مباشرة للغدد وهناك بتم تصنيع اللبن بتتأثر نسب المكونات باللبن بعدد عوامل منها عمر الحيوان وسلالة والحالة الصحية وعدد مرات الحلابة وفي برضو تأثيرات موسمية في فصل الصيف بيكون دايما المادة الخضراء والكلوروفيل كثيرة في العجبة الاخضر بنلقى لون اللبن ماي لشنو لون الصفرة عموما هو لونه ابيض ده لون اللبن من الكلام ده بيرد في ذهننا انه يعني انا بتحكم في مكونات اللبن عن طريق التغذية عشان كده المنتج لازم اهتم لي باشنو اهتم بالتغذية وبالحالة الصحية بتحته لانه بتنعكس لي طوالي باشنو في منتجات الالبان يعتمد الانتاج الجيد للالبان على الجهود العلمية والتقنية في متابعة الابقار وتعزيز صحتها وسلامتها الابقار منتج الالبان احنا بناهتم بصحة من تبتي وعندنا المعروف في السودان القطيع الغومي المنتج الالبان لسه ما زال بالطريقة التقليدية القديمة مفروض الانر او صاحب المزرعة او المنتج انه عشان يزيد انتاجه من الالبان لازم يهتم بالقطيع بتاعه القطيع بتاعه اهتمامه كيف انك الفحوص الروتينية للامراض لازم تكون في وقتها الاهتمام بالتضعيمات الوباء الامراض الوبائية تكون في وقتها في مواعيدها الاهتمام بالتغذية السليمة بالنسبة للقطيع عندنا امراض تكون خصمة على القطيع زي البروسيلا التهاب الضرع دي بتشكل لنا مشاكل كبيرة جدا وبتعمل لنا يعني نحن نقدر نقول مش بتخصم بتستهلك القطيع الغومي بتاعنا تضعيمات الروتينية اللي بنعمل عشان نحفظ على صحة القطيع منها تضعيم الرباع الروتيني للابقار اه منه ابو لسان الروتيني الف ام دي اه تضعيم الاتش اي اس التسمم بالدموي الحمى الفحمية عند ابو زقالة تسمم بالدموي دي الاربع تضعيمات الرئيسية في اخيرا جي تضعيم البروسيلا لكن ما متوفر في السودان بالطريقة المغننة في اغلب الامراض اللي بتلاقينا اللي هي البروسيلا البروسيلا دي بالزاد هي بتشكل عايق كبير جدا من نسبة للمنتجين لانه ما عندك حال غير ان كنت تتودي الحيوان الاسلوتري للزبيح ما عنده معالجة ممكن اتفاد الكلام ده بشنو بانه نحن بالادارة السليمة المزارعية السليمة للمزارع تحت الالبان دي اهم حاجة توفير البيئة الملائمة للحيوان من تغذية علاجات فحوص روتينية تضعيمات في وكيت المناسب ديه بتضمن لنا نحن ان نحن نمشي بقاطعة الالبان من التغليدية للطريقة الافضل تفعيل صناعات التحويلية والاهتمام بها في قطاع انتاج الالبان يحققهم منافع اقتصادية للأفراد والمجتمعات والمستثمرين نتابع نحن بنواجه مشكلة انه معظم السروة بتاعتنا في مناطق بتاع نوماتسل هو او عرب متحركين كلهم ما سابتين فنواجه مشكلة في انه نجمع الالبان عشان نستفيد منها في بعض الاحيان اللبن من ما بيلقوا واستهلاك ليو كما خام فبيتخلص منه يعني من غيره يستفاده فاشان ما تضيع الحاجة دي اتجهوا لينو شنو التصنيع يعني التصنيع عشان الاستفادة من الالبان ما لقينا طريقة اننا نوصلها خامنا نوصلها منتج نوصلها منتج للمستهلك بتاعنا والخام المادرة من تصنع بطول مدة تحفظها يعني ما بكون بنفسي الفترة اذا الفكرة انو شنو انو ملك المعلومات للرعاة في محلي وبدت الفكرة دي اللي هو ملكوا كل ولاية من الولايات عربة متحركة فيها معينات يعني معينات بسيطة بابسط الحاجات لتصنيع منتجات الالبان هو المنتجات المعروفة في السودان زبادي جبنة مش يعني المنتجات الرئيسية اللي هو اي واحد معلومات بسيطة وما بتحتاج لمعدات حديثة شديد واي واحد في البيت ممكن نصنيعها فإذا ليش هل نستفيد من اللبن بتاعنا في فترة انو برضو الرعاة المطرحلين شديد في مناطق كوردوفان والبصر وليه حدود الجنوب انو زي ما حاول المشكلة دي ناريهات ناس التعليم انو عمل لهم مناطق تجمع عشان يعلموهم للتدريس ممكن نتدعم برضو منطقة لتجميع الالبان انو تكون التصنيع في مكانه المنتج لو نصنع بيكون بيستحمل المسافات نقلل المسافات طويلة يعني من غير ما يدأسل إذا بدأنا بمثلا المنتج اللي هو اكتر واحد ممكن يكون ساهل وحفظه طويلة جبنة البيضة اللي هو هذا الجبنة البيضة دي المنتوجة يعني مشتهر به السوداني يعني ومشاهدة الدول كلها بتلقى الأنواع عديدة من الأجبال لكن جبنتنا دي بنتنيز بيان احنا فالجبنة البيضة دي خطواتة بسيطة يعني حلى وموغض وعندنا الهو الانزيم ده حتى جبنة دي إذا متوفر ليك الانزيم معروف انو جبنة دي عبارة عن شنو عبارة عن بروتين متخسر يعني الفكرة انو شنو البروتين حق اللبن عنده غابلية للتخسر بالأحماط والغلويات والانزيم يعني زا ما القدم تستخدم الحوامد بتستحمل غلويات في نباتات محلية المناطق البعيد شهد في نباتات محلية من بين أشهر واحدة جبن ورضو بيستخدم في صناعة جبنة إذا بدنا بالخطوات البسيطة لصناعة جبنة بتكون باش نتعمل بستر عادية للبن حتى لو ما عندك سيرمومتر مثلا في مناطق دي بستر بستر دي زا بالتغريب يعني إذا حسبنا إنو اللبن دبق له في مية وصبحتاشر من مية يعني والفوران ده في درجة ثمانين تغريبا أقل من كده دي بيحتبر لوحي بسترت اللبن يعني بيحتبر إنو وصلت درجة الحالات البسترة تغريبا يعني لأنه ما أي واحد بي عنده سيرمومتر وصلت درجة الحالات البسترة ببرد اللبن بتاعي للدرجة اللي هو إذا أنا عندي الإنزيم يتوفره في الوقت الحالي وتوفر اللي هو في شكل حبوب أو باودر في أي حتة أي حتة في أي صيدل يعني ممكن بيكميات وماذا يتحافظ يعني ومدة حفظه طويلة يكون عندي الإنزيم بتحت دي بعد ما بردت اللبن لدرجة 25 درجة ماوية اللي هو الدرجة المسلى للإنزيم دي الدرجة المسلى بضيفة وبعد ذلك بنتظر ساعة 45 دي ساعة بتتكون لي حاجة اسمها الخسرة أو الكيرب اللي هو دي بيختبروها بتعرف إنو التخسر يكتمل كيف تحاول الخسرة تنفصل لنا من جدار الإناء اللي انت عامل فيه ولبنك من غير ما تلتصق أو بسكين يعني زي ما بيختبروا الكيكة وإذا في البلد إذا الكيكة ما يزور العصيدة حقتنا العادية دي يعني البلدي تختبر إنها اكتملت النطج تدخل أي حاجة من غير ما يطلح فيها معناتك كده اكتملت تخسر بعد ذاك بيتم عملية تصفية تصفية للخسرة دي اللي هو بيشاش بسيطة شاش وقوالب قوالب مصنوعة خشبية يعني قوالب خشبية وعندها أقطية اللي هو أنا بكون عندي القالب الخشبي بأقطية في الشاش بتحتي باخد الخسرة بتحت اللي تكونت بخدتها في الشاش وبضغط عليها بأزقال معينة السيقل على حسب نسبة المويل فيها انت بتغديري بعد ذا الشرح شاش اللي تخلصت منه ويتجبنا البنسمية ويتجبنا اللي هو دا الشرح الكمية اللي تخلصت منه ويعتني ليه أنا أضغط قدر شنو ضغطتها بعد ذاك بنتظر في ناس يعني تاني يوم حتى نجي يعمل التقطيع إذا ما في وقت يعني في نفس اليوم بعد الساعة كده ممكن تكون اجبنا خلاص اكتملك وتقطيعها في الشكل اللي انت دائره بيكون عندك موية مملحة أو شرح إنشاء محالب الألبان التقليدية والآلية يؤسس وفق اشتراطات علمية وفنية لتحسين بيئة الإيواء للحيوان نتابع طيب المزرعة عموما يراعى فيها أشياء أساسية منها الظل والأكالات والشرابات وهي متوفرة يعني في الحظيرة الظل الظل عموما في الحظيرة ما يكون أكثر من تل تلت الحظيرة بالإضافة لأن الحظيرة تقوم من مواد سابتة غير متحركة القطيع بشكل أساسي بتكون من الفريزيان اللي هو مهجم معاو سلالاتنا المحلية من الكنانة والبطانة كده القطيع ده بصورته دي هو عنده عالي جدا للبيئة وكذلك نحن بنحصل منه على إنتاج بصورة معقولة جدا بالنسبة لقطيع الألبان في أمراض مسمية يعني مرات بتجي مع الخريف أو مع الصيف ونحن دايما بنعمل بمبدأ أنه الوقاية خير من العلاج يعني عندنا برنامج بتاع تحصين سابت على مدار السنة لكن مع ذلك الوقاية برضو لا تمنع من المرض فعندنا الأمراض الشايعة في قطيع الألبان زي التهاب الضريع اللي هو المصايتز عندنا الحمى اللبن اللي هي الملك فيفا عندنا البروسيلا فعدد من الأمراض لكن بفضل الله تعالى مقدور عليها وقادرين نتحكم فيها بإذن الله تعالى بنمنع حتى انتقالها من حيوان لحيوان جانب التغذية اللي هو من شقين اللي هو عندنا العلافة المركزة والعلافة المالئة العلافة المركزة هي بتدي الحيوان طاقة بتاعت إدامة وطاقة بتاعت إنتاج كذلك العلافة المالئة اللي هي بيساعد على الهضم وبرضو في النهاية يعني بنحصل على إنتاج عالي من الألبان إن شاء الله اشتركوا في القناة المشاهدة المشاهدون الأحباب هكذا تكاملت هذه الحلقة من برنامج صوت الأرض والتي تعرفنا من خلالها على أهمية قطاع إنتاج الألبان ودور البحوث في التطوير وإحداث الجودة حتى جديد اللقاء تحياتي والفريق العامل في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة